شهد الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لشرطة حفلة تخريجي 76 خريجا يمثلون الفوج الرابع من طلبة برامج الدراسات العليا وحصولهم على درجة الماجستير في تخصص العلوم الجنائية والشرطية وتخصص العلوم الإدارية والأمنية والدفع الأولى من برنامج الماجستير في العلوم الأمنية باللغة الإنجليزية بالتعاون بين الأكاديمية الملكية لشرطة وجامعة هيدرزفيلد البريطانية وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية وبهذه المناسبة أكد معالي الوزير أن وزارة الداخلية ماضية قدما في إعداد كوادرها وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية مشيدا في هذا السياق بالدور الريادي للأكاديمية الملكية للشرطة في مجالات التدريب وإعداد المناهج الدراسية ومواكبة البرامج التعليمية والتدريبية للمتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في مجالات العمل الأمني كافة وأشار معالي الوزير إلى أهمية برامج الماجستير بالأكاديمية ومن بينها الذي أطلقته بالتعاون مع جامعة هيدرزفيلد البريطانية في إطار البرامج التخصصية التي تسهم في إعداد رجل الشرطة وتزيد من قدراته في التعامل مع المتغيرات والتحديات الأمنية وفق منهج علمي وتدريبي مدروس منوها إلى أن الاستثمار في العنصر البشري محور رئيسي في مسيرة التحديث والتطوير لمواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات بجاهزية وانضباطية ودقة في الأداء وخلال الاحتفال ألقى سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية كلمة رحب في مستهلها بمعالي وزير الداخلية ورعايته حفل التخريج مؤكدا أن ما وصلت إليه الأكاديمية الملكية للشرطة من تطور في كل المجالات التعليمية والتدريبية كان بفضل الله ثم دعم ومساندة معالي الوزير في النهوض بمهام الأكاديمية لتواكب أحدث أساليب التعليم والتدريب وشار سعادة رئيس الأمن العام لأن عملية التطوير والتحديث وكما بدأت منذ حوالي 14 عاما ولم تتوقف ما زالت مستمرة ولن تتوقف بإذن الله لتستمر الجهود الشرطية والأمنية في مملكة البحرين بنجاح في التصدي لما تشهده الجريمة من تطور وتنوع بسبب استغلال ثورة التكنولوجيا والاتصالات الأمر الذي يحتم علينا الاستعانة بالوسائل العلمية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي واعتماد التخطيط والأخذي بأساليب التنبؤ الأمني والبحث العلمي في محاربة الجريمة والتصدي لها وقد تضمن الحفل فيما تسجيليا حول برامج الماجستير التي تعدها الأكاديمية الملكية للشرطة في إطار عملها المستمر على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية وفتح مزيد من أفاق التعاون والتنسيق مع الأكاديميات والجامعات بهدف تبادل الخبرات والتجارب العلمية في المجالات الأمنية والقانونية والتدريبية من جهته ألقى السيد أندروبول نائب رئيس جامعة هيدرزفيلد للبحث العلمي والمشروعات كلمة الجامعة حيث هنأ خرج برنامج الماجستير في العلوم الأمنية باللغة الإنجليزية وأشاد بتفانيهم خلال مرحلة الدراسة معربا عن أمله في تخريج دفعات أخرى في المستقبل وأوضح أن جامعة هيدرزفيلد جامعة دولية تهتم بجودة التعليم ويدرس فيها أكثر من ثلاثة ألاف طالب من خارج المملكة المتحدة بعد ذلك قام معالي الوزير بتكريم خريجي برامج الماجستير وهنأهم بالنتائج الطيبة التي حققوها بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن معربا معالي عن شكره لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية في الأكاديمية الملكية للشرطة والطاقم الأكاديمي من جامعة هيدرزفيلد البريطانية وتمنيا للجميع التوفيق والنجاح الجدير بالذكر أن الأكاديمية الملكية لشرطة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات محلية ودولية كان من بين ثمارها تدريس برنامج الماجستير في العلوم الأمنية للضباط وزارة الداخلية باللغة الإنجليزية والذي تنفذه حاليا جامعة هيدرزفيلد بالمملكة المتحدة ويبلغ عدد خريجيه 26 من بين 76 عدد خريجي برامج الماجستير الأخرى وهو برنامج أمني تخصصي متكامل مدته عام دراسي واحد يمنح المشاركين درجة الماجستير في العلوم الأمنية بعد إنهاء جميع متطلبات التخرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعد الأكاديمية الملكية للشرطة صرحنا تعليميا وتدريبيا شامخا فإعداد رجل الأمن مهمة تتطلب الكثير من الخبرات والجهود وفي الوقت ذاته الإطلاع على التجارب الدولية الناجحة في المجال الأكاديمي والعلمي من بداية العام الحالي أدخلنا برنامج رابع على برامجنا العلمية اللي هي برنامج ماجستير في إدارة الأزمات بالإضافة إلى البرامج السابقة اللي كانت عندنا عندنا برنامج في العلوم الجنائي والشرطي وهو من أقدم البرامج الموجودة بالإضافة للعلوم الإدارية والأمنية تعاوننا للاستفادة من خبرات الآخرين فتعاوننا مع المملكة المتحدة عن طريق جامعات هيردر صفير الفريق أول ركن دائما فاتح المجال لجميع وزارات المملكة في النهج من منهج العلمي في الأكاديمي الملكي للشرطة تتشرف الجامعة بأنها تتعاون بشكل مستمر في مجال التدريب مع وزارة الداخلية حيث تم تدريب ستة وعشرين ضابطا في تخصص ماجستير العلوم الأمنية وهو ما يمثل أساس القوة في هذه الجامعة التي تركز على العلوم الأمنية والأمن في المجتمع وتستقطب الجامعة عددا كبيرا لدراسة هذا التخصص ونقوم بدورنا بعرضه مع جهات التدريب المختصة لخدمة الضباط اجتمل الجانب النظري على العديد من المقرارات الدراسية ذات الجودة العالية والمواكبة لكافة التغيرات والتطورات والتي من شأنها تقدم وجبة دسمة من المواد ذات الأولوية للخريجين وبعداد وإشراف أساتذة أجلاء منتقيم بعناية للقيام بهذا الدور وتحظى هذه المقرارات بمتابعة ومراجعة دورية للتحديث والتطوير وفقا لمعايير محلية وإقليمية ودولية عالية ويعد برنامج الدراسات العليا بالأكاديمية من البرامج المتميزة التي تشجع على البحث العلمي لإتمام التطور والتحديث والمساهمة في رفح الكفاءة ومعدلات الأداء في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى رئاسة الحرس الوطني وإلى وزارة الداخلية والأكاديمية الملكية للشرطة على تاحة الفرصلي لاستكمال دراساتي العليا في الأكاديمية كما أخص بالشكر أيضا هيئة التدريس في الأكاديمية وجميع القوامين على برنامج الدراسات العليا على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج طبعا الأكاديمية الملكية للشرطة مشكورة تقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع القوامين على برامج الماجستير التي أتى حولنا الفرصة بصراحة أن ننمي قدراتنا ونكمل دراساتنا العليا وطبعا هذه الشيء يعني يمن بعد جهد كبير الاستفادة التي حصلنا عليها من هذه البرامج فهي تأكد لا تلخص كونها تطبق على جميع الإدارات في هذه الوزارة سواء كانت تطبيقية عملية وميدانية كوني طالبة في برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية قدرت استفيد من البرنامج في تطوير ذاتي ورفع القدراتي وتوظيف المهارات التي اكتسبناها خلال فترة الدراسة في تطور الوظيفي كان برنامج الماجستير ممتاز وجديد من نوعه لأن البرنامج هي الأول من نوعه في البحرين جامعة هادرسفيلد حطت البرنامج بكبرى بس حق مملكة البحرين وكان هاي شيء مميز وهكذا فإن الأكاديمية الملكية للشرطة وباعتبارها من الأكاديميات والجامعات الرائدة تقوم بدور رئيسي في تدريب وتعليم الضباط والموظفين المدنيين وإصالهم لدرجة الاحتراف في تخصصاتهم ورفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم وفقا للبرامج المعتمدة ترجمة نانسي قنقر